دشان وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات بمدينة الغيظة فعليات الموسم الرياضي الأول لذوي الإعاقة الحركية وذلك تحت شعار رياضة المعاقين ضرورة وليست ترفيه وشددت فعليات اليوم الأول لانطلاق سباق الكراسي المتحركة كأول الأنشطة المدرجة ضمن البرنامج الرياضي الذي تضمن أيضا بطلات في الشطرج وتنس الطاولة إضافة إلى مسابقات ثقافية ومنافسات في الرسم وأكد وكيل الشباب حرص السلطة المحلية على دعم فئات دير إعاقة في مختلف المجالات